القد قوات الامن المصرية القبض على شاب حاول اقتحام كنيسة القديسين في الاسكندرية حاملا سكينا وذكر مصدر امني ان شابا يبلغ من العمر 24 عاما حاول اقتحام كنيسة القديسين وعندما استوقفه احد افراد الامن الاداري في الكنيسة طغنه في وجهه ورقبته متسببا له بجروح من جانبه اعلن بيان لوزارة الداخلية المصرية عن تمكن الاجهزة الامنية بمديرية امن الاسكندرية بالتعاون مع الامن الاداري بكنيسة القديسين من القبض على عبدالله عادل احمد حسن منفذ الهجوم